صبحي الكثير وكثير من الحصريات النهاردة لقناة نادي الزمالك الناس تقول لك ما احنا عارفنا ان ناصر مانسي لا بس وشيع النهاردة انه هو انه ما جاش ولسه ما مضاش ولسه مش عارف ايه النهاردة هو حناصر بشحمه لحمه في نادي الزمالك وقد انتهت كل شيء بانضمام ناصر مانسي واصبح العيبة في نادي الزمالك طبعا حاول البعض التشكيك في الصفقة وقول لك انها لسه في عليها مشاكل ومش خلصانة لكن في رعب اسمه اللايف اللي احنا معاكل اليوم نادي الزمالك الكلمة لحظة بلحظة والحدث بيتنقل صوت وصورة زي ما حصل النهاردة عمام عشور انا زي ما قلت يعني برغم اهمية عشور لكن دموعه غالي علينا انا كسبح عبدالسلام انا دايما برشح او برجح فكرة ان اي حد يجي له عقد يمشي وخصوصا لو كان سنه صغير كرة القدم المصرية اللي انت هتطور يا كابتن طارق ومنتخب مصر مش هتبوأ المكان بتاعته اللي لما بقى عندنا عشر خمسطاشر لعيب محترف على مستوى عالي جدا زي ما بيحصل في منتخبات الشمال الافريخي تونس والمغرب الجزائر بتفوقوا علينا بعقليات اللاعبين المحترفين انا صبح دور الجزائر ودور مغيب شغال وهم مش المشاركين فيه طبعا عنده قدرة انه يشتغل دوري بطولة المحليين بالزبط بالزبط احنا عندنا بنرتبك لمجرد مباراة للاهلي ولعيب يغيب عنك للا دا ولا دور الابطال بتضطر تأجل نص بطولة كاملة صحيح فهي الفكرة انه ده ده صالح كرة القدم المصري على الرغم انه ممكن يكون فنيا ضد صالح نادي الزمالي لكنه يصبه في مصلحة كرة القدم المصري فانا مش ضده انه يخرج لكن دايما ضد ان الزمالك نادي كبير جماهيره متابعة ما بتسبش كلمة دايما بقول ان اللاعب الكبير اللي يمشي لازم يحل محله لعيب كبير اخر علشان ما يحصلش خلل هو قال ما شارك فيه صفقتين ان شاء الله انا بتمنى يكون في نفس مركزه يعني انا بتمنى يكون في نفس مركز ظهور ناصر منسي ظهوره جيد احنا بقى بننتظر منه ظهور جوال ملعب مش امام الكاميرات خلاص خدنا منه التصريح المهم وتأكدنا ان الراجل موجود وانه ورقه انتهو هيتم قيده بكرة لكن ان شاء الله ننتظر ناصر منسي هتدفل الزمالك واحد هتدفل الدوري الموسم ده